السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر لبنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة لك إن شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن أسباب التفكير اللا إرادة في شخص معين وإزاي نعرف إن في شخص معين بيفكر فينا من غير ما يعترف لنا أو بيفكر فينا في السر وإزاي أعرف مشاعر الشخص اللي قدامي من غير ما يقولي الحقيقة فيها علامات كتير جدا 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 أنا بتكلمها في حلقات كتير جدا يعني أنا جايبها لكم خلاصات هذا الموضوع كلها وكل الأسرار والخباية في الحلقات تابعوا الفيديوهات على القناة لأن الفيديو واحد الحقيقة ما بتكفيش لأن موضوع ده جبر جدا جدا ومتعمق ومتشبك في بعضه كله فأنا عمل لكم حلقات كتير ياريت تتابعوا هذه الحلقات أول حاجة عايزة أتكلم فيها إن طاقة الإنسان طاقة الإنسان اللي بيشعر بيها وبيحس بيها اهتجاه الأشخاص وتجاه الأشياء هي حقيقية بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أو إنك لما تحس إن الشخص ده فعلا تجاهه بيفكر فيك أو إنت حاسس تجاهه بمشاعر حبه ومشاعر إيجابية فعلا طاقة إنه هو بيفكر فيك وهذه المشاعر وإحساسك صحيح مقابل معه حدا هيجي يسألني ويقول لي طيب إزاي إيه دليلك؟ هقول لك دليل بسيط جدا 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 إنت مثلا أو إنت لما تكون في محاضرة وإحساسك الدكتور ده شافك مرة ويسألك مرة اللي بيحاضرك إنت إحساسك الداخلي بيقول لك إنه هو ما يعرفكش مع إنك إنت عرفته بنفسك بس إحساسك الداخلي بيقول لك لأ الدكتور ده مش واخد باله منك ولسه ما يعرفكش طيقا إنه فعلا الدكتور ده مش واخد باله منك ومش عارف شخصيتك ولا عارف اسمك لسه مع إنك لسه مقدم نفسك ليه والمفروض إنه هو يكون عارفك بس إحساسك قال لك لأ الدكتور ده ما خدش باله منك وموش عارفك أول ما يبدأ يعرفك بقى إحساسك بيتغير وبتعرف إنه الدكتور عارفك والدكتور ممكن يفرقك ويندهلك باسمك سواء محمد او احمد اسمك السلسي ويقومك من وسط السكشن احساسك اللي بتحس به فعلا صحية احنا كتير بنعرف هذا الشعور والاحساس وبيكون صادق جدا جدا اكيد كلنا مرنا باللحظات دي اللحظة اللي عقلك وتقطق تقولك ان الدكتور ده عارفك خلاص وانت ثبتت في دماغه طيقا ان هو عارفك فعلا والطاقة وصلت اول ما تحس ان هو فعلا لسه مش عارفك طيقا ان هو لسه مش عارفك ولسه ما خدش باله منك ولسه ما ثبتش في دماغه ليه لان الطاقات بتتنقل هو لسه مش مركز طاقته عليك فبالتالي انت بتشعر وبتحس اول ما يركز طاقته عليك بتتأكد ان الدكتور يعرفك وهينديلك باسمك السكشن القادر برضو الطاقة في العلاقات نفس الحكاية اول ما تشعر شعور تجاه الشخص وتحس ان متلبسك مش راضي مش قادر تبطل تفكير في هذا الشخص اعرف فعلا ان الشخص بيفكر فيك وطاقته وتركيزه كلها عامل فكس عليك عامل تركيز عليك الطاقة اتنقلت لك بالطبع لان السؤال ده بتسأله كتير جدا جدا ازاي اعرف انت احساسك الداخلي هتعرف ان الشخص ده بيفكر فيك ولا لا هتعرف ان كان بيحبك ولا لا هتعرف ان كان بيفكر بس ولا لا هتعرف ان كان بيفكر تفكير حب ولا لا هتعرف ان كان بيفكر تفكير كره ولا لا الطاقة الايجابية والطاقة السلبية بتتنقل بس لازم تكوني قابلت هذا الشخص ما تجيب الشخص ما قابلتهوش في الحياة وتقوليني بحبه وبيحبينه يبقى خلينا على يقين إن احنا أول ما بنقابل شخص بينشأ بنا حبل أسير لو ركزنا على هذا الشخص طاقة بتتنقل على طول كأننا بنرن عليه على التليفون لما تليفون يرن على التليفون هواحنا بنشوف الزبزبات والإشارات اللي بتتنقل من تليفون يعني تليفون ممكن يكون في القاهرة وتليفون يكون في أمريكا بيرن على بعد إزاي من خلال إشارات إشارات وزبزبات إحنا برضو متصلين على المستوى الطاقي بإشارات وزبزبات طاقية ولنا مجال طاقي ولنا هالة هالة الطاقة ومجال الطاقة بتاعنا لما حد بيركز علينا بيختارك هذا المجال بنبتدر نفكر فيه ونشعر به أنا ببسط لكم الأمور وبقول لكم كلام بسيط علشان تعرفوا كويس جدا إن الموضوع مش معقد ولا حاجة لإن فيه ناس بتعقل الحاجات ديت وبتشرح بطرق صعب مش تقدروا تفهموا يعني أنا بخلي الموضوع بسيط وسلس الموضوع مش محتاج جهد إن انت تعرفي الحاسة السادسة والإدراك الحسي ومجال طاقتك وزبزباتك الطاقية بتعرفك كل شي زهنك بيعرفك كل شي من غير ما تحتاري ولا تعملي تمرين تخاطر ولا أي حاجة انت بتعرفي بتعرفي سواء هذا الشخص بيحبك بيقرهك بيحب غيرك تفكيره متركز عليك أنت ولا لا وطيقني وكوني على تمام الطيقن أنت لما تزحي الصبح أول ما تفتحي عيونك وتلاقي هذا الشخص أو هذه الشخصية قفزت في التفكير أعرفي إن الشخص هنا بيفكر فيك بصورة كبيرة جدا 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 وبإدراك حسي علي جدا 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 اسمعوا كل كلمة بقولها كويس جدا محدش هيقول لكم الكلام ده وهو أعرفكم في الحلقات الجاية هتعملوا إيه لإن في ناس في ناس تعبانة فعلا تعبانة من هذا الشعور الشعور ده بيزعجها على قد ما هي يعني بتبقى حاسة ان الشعور ده بيفرحها وهي فرحانة ان هي بتحب الشخص ده وحاسة ان هو بيحبها بس الشعور وكتر التفكير بيبقى عامل زال وسواس كأن الشخص متلبسك بالضبط فهنا أنا هقول لكم في حلقات كتير ازاي وتعملي ايه علشان تقللي حدة هذا التفكير هتحبيه وهيحبك بس في نفس الوقت مش هنبقى متعلقين بهذا الشخص ان احنا هنموت من غيره لا احنا مش منموت من غير حد احنا وسكين في نفسنا في نفسنا وعندنا تقدرنا لنفسنا علي جدا جدا تقدر الذات عندنا علي جدا جدا ونستحق كل الخير في الحياة ونستحق اقصر من هذا لازم الثقة بالنفس الثقة الثقة بالحلقات على القناة هشرح لكم تعملوا ايه كويس جدا 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 اه وازاي تفكوا هذا التعلق من غير ما تتعبوه من غير ما تتعذبوه لان الموضوع ده تعب ناس كتير جدا جدا وفي ناس كتير بتبحث في الموضوع ده وفي ناس كتير جدا جدا تعبانة من هذا الموضوع وهذا التعلق المرضي انا هقول لكم تعملوا ايه تابعوا معايا الحلقات اه ولايك وشير يا بنات لو عجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة